اشتركوا في القناة من اعضاء الاتحاد والى كافة المحامين العرب والى كافة المحامين المصريين اتحدث اليكم هذا الحديث من القلب بصدق واخلاص من مقر اتحاد المحامين العرب رجيا ان انوه في البداية الى انني رسول خير وسلام وان مقصدي هو ان الام الشمل وان نتوحد جميعا في ظل اتحاد المحامين العرب لننهض بالمهام الجسيمة التي علينا ان ننهض بها ونباشر القضايا والمعدلات العربية التي تحتاج الى علاج وتحتاج الى مواجهة لعل قيمة اتحاد المحامين العرب انه يملك من الحرية في الحركة وفي القول اكثر مما تملكه جامعة الدول العربية لانها جامعة دول والدول احيانا تكون لها رؤى قد تختلف عن احلام الشعوب اما اتحاد المحامين العرب فهو اتحاد المحامين والمحامي طاقة حرة تستطيع ويجب وبالفعل هي تطلق كل ما تراه في سبيل خدمة الحق والحرية والانصاف والعدلة وفي سبيل نهضة كافة الاقطار العربية لا نهضة بغير وحدة يقول لنا القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دعونا نعتصم بحبل الله ودعونا نتحد ودعونا ننبذ الفرقة احب في البداية ان اذكر لكم جميعا ولزميلي الذي احبوه واقدره جدا الاستاذ خليش لكم انا عارف انا كنت حاجيب سيرة النقيب بس انا عدلت وانا فعلا اصدق الاستاذ مكاوي بن عيسى الاستاذ مكاوي بن عيسى انا يهمني ان انا اصدر حديث بالحديث عنه ليه للعلاقة التي ربطتني ولا تزالوا به الاستاذ مكاوي بن عيسى كان اول من هنأني بموقع او بفوزي بموقع نقيب المحامين ورئيس الاتحاد المحامين العرب انا ساقرأ لانه انا مثل هذه الرسائل حينما تأتيني على الواتساب لا امسح وتبقى للذكرى والذكرى تنفع المؤمنين بعت لي هذه الرسالة الموجودة الى الان على الواتساب معالي النقيب الاستاذ رجاء اعطية نقيب المحامين بمصر رئيس اتحاد المحامين العرب وهي هي الصفة التي اتحدث بها اليكم جميعا اليوم تحية تحية الحق والعوبة وهي دائما ما نبدأ بها في التحاد المحامين العرب وبعد انها مناسبة عزيزة وغالية لأهنئة لأهنئكم على الثقة التي حظيتم بها من طرف من طرف الزملاء بانتخابكم نقيبا للمحامين بمصر الشقيقة وبصفتكم رئيسا لاتحاد المحامين العرب فاني اهنئكم كذلك بهذه الصفة التي هي مهمة ثقيلة في الميزان انها مهمة ثقيلة في الميزان وجسيمة ومسئولية جسيمة بالنظر للوضع العام العرب الذي اصبح هذا قوله الذي اصبح في حاجة لمن يضمد جراح العرب ولعل ان موقعكم بمنطلق تحملكم عبء اكبر نقابة للمحامين في الوطن العربي وتحملكم كذلك عبء رئيس اتحاد المحامين العرب كل ذلك كل ذلك سيجعل ما عليش نقطت مني كل ذلك اشتراح 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 ولعل ان موقعكم بمنطلق تحملكم عبء اكبر نقابة للمحامين في الوطن العربي وتحملكم كذلك عبء رئيس اتحاد المحامين العرب كل ذلك سيجعل منكم حامل المشعل الذي يضيء الطريق لحل الخلافات السياسية العربية واولى بها ان نحل الخلافات داخل الاتحاد وكذلك عن مهنة المحامات والدفاع كذلك عن مهنة المحامات في الوطن العربي التي هي في امس الحاجة لمن يأخذ بيدها حتى تصبح مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في ارساء طواعد الحق واحترام سيادة القانون في كل ارجاء الوطن العربي متمنيا لكم بالتوفيق والسداد في المهمتين والسلام عليكم ورحمة الله المكاوي بن عيسى نقيب سابق لهيئة المحامين بوجدة المغرب امين عام مساعد اتحاد المحامين العرب هذا هو المشهد الاول فيما اريد ان اذكره في علاقاته الطيبة ولا تزال حتى الان بالاستاذ مكاوي بن عيسى جاءت المناسبة الثانية فيما نمى الى علمنا بالصدفة ان هناك مؤتمر سيعقد على البعد داعي اليه الاستاذ الجليل نقيب الدار البيضاء ومعه الاساس مكاوي بن عيسى وانه هذا المؤتمر اللي على البعد مزمع فيه الاستجابة لطلبات ليس خافية لان وراءها النقيب السابق لمصر والرئيس السابق لاتحاد المحامين العرب ومزمع فيها اتخاذ اجراءات تنطوي على تصويت فيما لا محل له الا في اللقاءات المباشرة العينية التي يطرح فيها الترشح ويتقدم للترشح من يريد ويتم تشكيل لجنة توزع البطاقات ثم تستقبلها بعد التصويت وتقوم بالفرز للتوسط الى النتيجة وتعلن بها قيادة المؤتمر المنعقد كيما تعلن النتيجة بغير هذا لا يوجد حاجة اسمها تصويت ولا يوجد حاجة اسمها انتخابه ترشح فانا اول جواب اعملته كان حضراتكم لسيادة النقيب حسن بيرو واين في 28 عشرة 2020 ودي حجتي الاولى الاولى على صديقي الاستاذ مكاو حجتي الاولى عليه لان لي عليه عتاب على قدر المحبة والصداقة على قدر ما يكون العتاب بعثنا هذا الجواب قلت تحية الحق والعروبة وبعد يسرني ان اهديكم خالص التحية والتقدير متمنيا لكم كل التوفيق والسداد ولجميع الزملاء المحامين في نقابتكم الشقيقة بالاشارة الى دعوتكم التي اخترتموني بها بواتس اوب بالتاريخ امس مش عارف انا بقى اعمل ايه اخذوا بقى اتفو خلص التي اخترتموني بها بواتس اوب بالتاريخ امس سبعة وعشرين عشرة الفين وعشرين هذا عتاب رقيق صامت لان مثلي ومثلي مصر لا يختر بمثلي هذا في واتس اوب ليلة الانعقاد بالليل على خط الاستاذ مجلس اخي مش برضو على خطا على خط الاستاذ مجلس اخي لعقد اجتماع ما اسميتموه المكتب الدائم عن بعد يوم السبت الموافق واحد وتلاتين عشرة الفين وعشرة فاننا اذ نؤكد على افتقاد تلك الدعوة الى المشروعية لصدورها من غير الامين العام لاتحاد المحامين العرب والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع وهو ما تم بالفعل حيث انه وجه الينا الدعوة بتاريخ خمسة وعشرين عشرة لحضور انعقاد المكتب الدائم في تسعتاشر نوفمبر الفين وعشرين الامر الذي نربأ بكم معه من الوقوع في تلك المخالفة التي تتعارض والنظام الاساسي للاتحاد انا برضو احب اقول لحضراتكم جميعا ايه هو النظام الاساسي وايه بتنص على ايه المادة 12 نقرأها سوا المادة 12 من هذا القانون الاساسي للاتحاد بتنص على الاتحي حينما تعرضت للمكتب الدائم عملت له فصل الواحده وتحدثت عن تكوينه في المادة 9 جاءت في المادة 12 وقالت يانا عقد المكتب الدائم مرتين على الاقل كل سنة في دورة عادية في مقر الاتحاد او في احد الاقطار العربية خلوا بالكواق من العبارة الجاية بدعوات من الامين العام مش جدها من عندي لما نقول هذه الدعوة اذا لم تتم عن طريق الامين العام تبقى دعوة باطلة معدومة لا قيمة لها ويبقى الداعي يهدم نظام الاتحاد قانون الاتحاد احنا اللي بينا كله اللي يحفظنا ويحفظ وحدتنا هو ان نلتزم بالقانون الاساسي الملزم والذي يلزمنا جميعا اذا احترمناه سنحترم وتبقى علاقات الود مهما اختلفنا في الرأي هارجع للخطاب تاني وتنطوي تلك الدعوة على مند مدغم الدعوة اللي لجتنا بالواتصاب على واتصاب الاساسي ما جدي سيخة مش على الواتصاب بتاعي مع انه معلوم ليهم الاتنين مند مدغم غامض مبهم قيل فيه انه يتعلق بمشروع قرار يتعلق بموقع الامين العام هي حدوتة يعني الغاز يعني هي الغاز طب ما انت لازم تقول ايه هو ايه هو ايه هو اللي عاوز يعرض ده انت بتكلم لرئيس الاتحاد ونقيب ماصر وبقيت له وصاب ابلها بـ 48 ساعة بالليل على وصاب مجد ساخن ايه الكلام ده يقول لك ايه وطن طوية تلك الدعوة على مند مدغم احنا قلنا كده بقى غامض مبهم قيل فيه انه يتعلق يتعلق لموقع الامين العام يعني عن دين اتنين يتعلق اتنين يتعلق يتعلق اولى بمشروع قرار والتعلق الثاني بموقع الامين العام دون الاشارة الى مضمون هذا القرار ولا المقصود منه ولكل حادث حديث وهي دعوة من شأنها زيادة الشقاق بين الاخوة والاشقاء العرب اعضاء الاتحاد كما انني كنقيب لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب غير موافق على هذا الاجراء الباطل المخالف للقانون وللنظام الاساسي للاتحاد ومبادئ المشروعية وختمت بالختام طبعا اللي اعتدنا عليه جميعا عاشة القدس وعاشة فلسطين الى اخر تبع هذا اتصالات تليفونية يعني يوم الجمعة ده تقدروا تقولوا حضراتكم انا اتصلت بالاستاذ حسن النقيب بالدار البيضاء والاستاذ مكاو بن عيسى يعني ما لا يقل عن يمكن عشرين تلاتين مكالمة في هذا اليوم علشان اشرح ما ربما يعني يعز شرحه في الخطابات المكتوبة ولان الوقت يعني يكون يسعف اهم حاجة انا قلتها لهم بقى ان انا وضحت ان المزمع ده اولا ممنوع الاقتراب من مقاعد مصر انا فاهم كويس اوي ان هناك من يعد عشان يجيب اللي هو عاوزهم في ديسمبر وفي ديسمبر احنا لسه ما جايش كان الكلام ده في ايه في شهر عشرة الذي يرشح مقاعد مصر هو نقيب مصر ليس معنى ان انا ارشحها انهما بالضرورة هي ايه هيبقوا هما بس لان فيه فيه ترشح يجب ان يتاح لكل الاقتر العربية اللي عاوز يرشح امين عام يتفضل يرشح اللي عاوز يرشح تفضل يرشح وهي مش عملية تصويت زي الاسفتاء بتاع زمان اياه لا دي عملية انتخاب انتخاب يعني مفاضلة بين اكثر من مرشح ادي اول حاجة هتعرفوا ازاي الملناوس اللي عاوزنا تترشح هو دلوقتي الخامسة دول اللي هم عاجبين الاستاذ للنقيب السابق وعاوز يحطهم مع الاحترام ديهم انا لست على عداء مع احد علشان ان يبقى واضح انا لست على عداء مع احد وانا فاتح قلبي ومادي جدي للجميع منش طالب اكتر من احترام حقي وواجبي في ان ادير نقابة مصر وان اساهم في ان تقوم مصر بدور كريم في الاتحاد ازاي بقى يحصل لكن طبقا لاجراءات مشروعة شفافة واضحة الاجراءات المشروعة انا شرحت بقى بالتليفونات لا تتم ولا يمكن ان تتم الا في لقاء عيني عيني الناس موجودة ويجري توزيع البطاقات انا قلت المكتب منعقد والناس موجودة يشكل لجنة وتوزع البطاقات التصويت على الاعضاء الحاضرين وتعطى الفرصة وبعدين تلم البطاقات ثم تقوم اللجنة بالفرز وهتقول النتيجة عشر الواحد ولا خمسين يعني زي ما تطلع ثم تؤدن النتيجة هذا هو الاجراء وهو ما لا يمكن ان يتم على البعد والله 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 ما طلبت لا من الاساس حسد ولا من الاساس مكاوي إلغاء المزمع صباح السابق انا بس اعلمتهم بحقيقة هذه المثال ويشهد على هذا ايضا الاساس مجدي ساخي لانه كان طرفا في كثير من هذه المكالمات شاركني فيها وتحدث معهم لا بس اوضحت واضح انه ما اوضحته وصل ولقيت الاتصال من سعادة النقيب الجليل حسن ومن سعادة الاساس الجليل عضو الاتحاد المساعد مكاوي بن عيسى واختراني واختراني كلاهما بانهم قرروا بعد التباحس الغاء المؤتمر الغاء المؤتمر انا لم اطلب الغاء المؤتمر ولكنهما اقتناعا والزملاء في المغرب بصحة ما قلته قرر الغاء المؤتمر وقال لي واخترنا الزملاء في المغرب بهذا انا طبعا راجل غردي المصلحة العامة لم اعلق تاني يوم اي تعليق قد يفهم منه الشماتة في حد كان بيسعى لهذا انا عارف الادب والاصول لم اعلق بتاتا ايه بحكي القصة دي ليه لانه اول اول استخلاص منها ان اخي العزيز وصديقي للان الاستاذ مكاوي بن عيسى علماء في اواخر شهر اكتوبر بان التصويت على البعد غلط ولا يصلح في مسألة زي سحب الثقة وعارف ان الدعوة يجب ان توجه من الامين العام فالغى هو والنقيب المؤتمر المزمع عقده على البعد يوم السبت الموافق 28 طيب ايه هو عارف ايه اللي تغير ايه اللي تغير يا صديقي الحميم الذي يدعوك الى ان تقبل في شهر نوفمبر ما رفضته ما رفضته في اخر اكتوبر ايه اللي جد لانه يعني ما دعاك والاستاذ النقيب للدار البيضاء الى الغاء المؤتمر هو لاحق بهذه الدعوة الجديدة التي وجهها الاستاذ نقيب الارضة وبرضو انا ما فيش عدوة بيني وبين الاستاذ نقيب الارضة انا بتحدس عن الاجراءات وعن المشروعية وانا مؤدب لا اتناول اي حد من الزملاء باي عبارة اجراء او تمثل انما انا بتناول الاجراء مش بتناول الشخص الاجراء كده غلط والاجراء ده بقى عشان يبقى واضح لحضراتكم جميعا لجميع الاخوة في جميع الاقطار العربية ولكافة النقباء المزمع بترتيب اتفق عليه الاستاذ نقيب الارضة مع كامل الاحترام له والاستاذ سامح عشور النقيب السابق ورئيس الاتحاد السابق والبعض على انه يعرض فيه مسألتان مسألة الاولى سحب السقة من الاستاذ ناصر الامين العام و يجدد للزملاء الخمسة في العضوية الاتحاد واسماءها طبعا اسماءهم معروفة الحضرات ليس معنى هذا ان ليه اعتراض على اي اسم من هذه الاسماء وليس معنى برضو اننا قابل لكل هذه الاسماء انما الشيء الذي لا يختلف عليه انه لما يبقى فيه طرح لمقاعد عن مصر طرح مقاعد عن مصر لابد ان اعلن كنقيب لمصر بلاش تعيس الاتحاد لابد ان اعلن حتى ارشح من تراه مصر اللي انا بعبر عنه او ما تراه نقابة محامين مصر في من يعبره او فيما في من ترشحه لمقاعد مصر اللي حتتناول في شهر يناير فكيف بقى يستقيم هذا مش بس بعدم اعلاني ولا حتى عدم اعلامي خالص ويتم هذا في مؤتمر على البعد في صورة لا يمكن يرضى بها اي حد يحترم الاصول ويحترم التقاليد ويحترم العقول يعني كان المشهد اللي انا شفته على الشاشات مشهد عبسي والحقيقة لا يليق لا يليق يعني ترتيبة كده واللي هناك يقول له يعني بالاجماع شيل ده ايه ده ايه ده ايه ده هو فيه حاجة اسمها دي بتطرح خمسة وتقوله بالاجماع غدنام لا لا قضية ترشح تلاتين مين قال انك انت تملك حق المصادرة مصادرة اعضاء على الترشح ومين قال انك انت تملك مصادرة حق نقابة مصر في ترشيح في ترشيح مقاعدها اللي هي دي محل التناول ايه الكلام ده انا لا رشحت ولا انا موافق يبقى الاجراء ده حضراتكو تسموه ايه جميعا طبعا التسمئ انا انا بخطب اللي بخطبه منه تسموه ايه جميعا انا طبعا بربق بنفس ان انا سميه بس هو ايه يعني التسمية واضحة ده العتاب التاني على الاستاذ مكاوي صديقي انه قبل ما رفض قبل في نوفمبر ما رفضه في اخر اكتور ليه وقبل ان يتبوأ موقع الامين العام للتالتة محل الاستاذ ناصر الذي اوزيح بطريقة غير مشروعة طيب انت يعني هنغد الطرف لان انا مانيش مع حد ضد حد انا اقدر الاستاذ مكاوي ورأي فيه عظيم جدا بس في حاجة اسمها مشروعية في حاجة اسمها قواعد اجرائية هذه المشروعية القواعد الاجرائية اذا غضبنا الطرف والنظر عما تم من تصرف او اجراءات غير شرعية وغير مقبولة بالنسبة لسحب السقة من الامين العام طيب الامين العام يعني يفرض ولا ينتخب ولا ما نقول الامين العام حينتخب ينتخب نطرح واحد ولا كل قطر من الاقتار العربية من حق محامينه انه هما رشحوا انفسهم للامانة العامة للاتحاد هذا كلام عجيب جدا كلام عجيب صحيح يعني الله طيب ما تفرضوا الكويت رشحت والمغرب رشحت وسوريا رشحت واليامن يعني كل اعضاء الاتحاد ممكن الناس منها ترشح نفسها على موقع الامين العام هل ده يعني انتوا عملتوا حسابه دي التالتة ازاي انت تقبل يا سيد مكاون ان تجيء على اسنة رمح بهذا الشكل الرابعة بقى الرابعة انت قررت تدخل مصر وتدخل اتحاد المحامين العرب ممكن اخش على بيت اي حضراتكم منكم اي 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 واحد من حضراتكم من غير ما خبط على الباب والسازم في الدخول ينفع كده ينفع كده يا السازم الكاوي انت ترتضي هذا ينفع اننا جيلك المغرب مخبطش على بابك وخش على مكتبك احتلو ينفع اخوة العرب النقباء جميع الكلام ده ينفع 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 يا السازم الكاوي ينفع ينفع يا السازم عشور ينفع وده المسألة الراجل ده بقى احنا ما يلزمناش احنا ماشيين تبع التعليمات الاخر الاخر راح كلكم تعرفوا انه في الفين وتسعة لما نجح الاستاذ حمدي خليفة نقيبا الاستاذ سمع عشور دعا في المغرب الى تبادل موقع رئيس الاتحاد بين الدول العربية بل وشجع على سحب المقر من مصر ايه الكلام ده ايه الكلام اللي بيحصل ده طب ينفع يا السازم الكاوي تخش تخش مصر وتخش مقر الاتحاد من غير ما تخبط على بابي من غير حتى ما تقول سلام عليكم فالذي حدث ان الاستاذ مجد ساخي اراد ان هو يعني يسعى بالحسن فهو جالهم من الاتحاد وجالهم كمان الاستاذ سلاح سليمان وهو غير الغلطة واحدة اخي الاصغر سلاح سليمان لما قال لهم انا جاي بوفا من النقيب للترحيب يقولوا انا ما افتكش للترحيب بحد دون مصادرة على حقيقة ترحب كما تشاء لما ان تنسب الي ترحيبي انا لا ارحب بحد سطى على بيتي من غير ما يستأزن منفحش ولمت زميلي الاستاذ صلاح وهو اقر بانه تعجل في هذه العبارة مهم يعني انا برضو قبلت لما الاستاذ مجد ساخي جالي تاني قال له احنا بقى طب حت تتقابلوا ازاي انا عزمكو كل على الغدى في الماريوت عشان هما حيركبوا الطيارة بعدها يسافر فعاوزين فعاوزين سيادتك تحكم احنا كنا مجتمعين في ورفة مجلس النخابة تقولوا انا عاوزنا روح يعني على غد قال لنا اللي عازم تقولوا انت اللي عازم انا بقول عشان الكل يسمع عشان الكل يسمع انما ايه معنى ان انا اروح وانا يعني تم الاعتداء على حقي بهذه الطريقة الفجة الغير مقبولة والتي لا يقبلها اي كريم ازاي غلط انك انت مجرد تعرض علي هذا العرض مجرد العرض ده غلط في حقي معنى هذا انستك مش مقدر حج الخطأ الذي تم في حقي فقال لي طيب تقابلوا ازاي تقولوا انا اللي عاوزوا باني هو من اول كان يخبط على بات يتفضلوا في مكتبي بالنقابة اهلا وسهلا فاتصل بيهم ووعدوا ان الساعة 12 باكر ستتم الزيارة لي في مكتبي بالنقابة العامة قلت اهلا وسهلا على الرحب والسعة وروحت النقابة وتعيفت والبست وقاعد انا مستني وفرجت كل حاجة وبردت بنا الزملاء الاعزاء زملائي حييجوا يزرون مجرد انه كنت يبقى من غير ما تقولي حاجة خلاص الزيارة نفسها بتقولي يعني احنا حباك بسيت لقيت اتأخر اللي ايه اللي عادة الساعة 12 و 12 وربع واخره محدش جاه ولا ظهر الاستاذ مجدي ساخي متحمز للتوفيق فراح اتصل بيهم قالوا لا احنا جايين قريب اهل نسال بعد خبس ست دقيقة تانية اتصل الاستاذ نقيب الاردن بالاستاذ مجدي ساخي وقال له احنا نيجي بس على شرط انه الاستاذ النقيب يقر كل ما اجريناه من اجراءات ينفع حد يقول ده ينفع فانا كان ردي عليه يعني مفهول نبدأ نلتقي كزملاء لنتحاور ونتحدث ونتناقش لا انا بشرط عليه ولا هو يشرط عليه مجرد الشرط ده شكله كده مش حلو يعني فهو ابلغ هذا بعد عشر دقيق اعتذروا عن الحضور او اتصل برضو الاستاذ نقيب الاردن ولغى الحضور برضو يا در ما دخلك شرط استأزنني الاستاذ مجدي ساخد انه الداعي انه روح اهل روح جاءت الاستاذة فاطمة الزهراء استأزنتني انها تروح تفضلي روح جي الاستاذ عبا حفيز الروبي استأزنته تفضل روح يعني انا حامل حاجة ضد حد انا رجل كبير وبصرف مع كل الزملاء بالاحترام الواجب والتقدير الواجب طبعا انا اتقلي بعد كده ان الاستاذ مكاو مسافرش عمري ما شفتها في حياتي ولا اتصور انه الزملاء حتى الاستاذ اذهم وموجود اهو يقبلوها الاستاذة مش هقول اسمها لان انا مش هخش في سب وقصف ولا اسيء لحد لما يبقى في واحدة يعني فتح موقع تسب جميع المحامين المحترمين وتسب نقيب مصر ورئيس الاتحاد ليل نهار ليل نهار واحيلت للتقديم وجلستها امام محكمة المحكمة التقديمية من الاحد ولا الاثنين السبعة اتناشر ومرفوع عليها جنح كل موقف يعني موقف معروف لأي محمد في مصر دي تيجي تقعد في الاتحاد وشيف هم وقيمة فيه وتتحكم في محكمين في محامين مصر ايه ده ايه ده اللي بيعمل كده هو حريص على مصر وحريص على الاتحاد ويقول اللي يلاقي بالصورين سوا صورة اولة وصورة تانية وصورة تالتة ايه ده ايه ده ده مجرد ادخالها الاتحاد صب صب في جابنة ان ان يسمح لها بالتحكم في المحامين انا جاي للاستاذ الشعبان الجمال جاي في النقابة العامة فوجي بان الاستاذة دي بتعترضة اقول له مع السلامة كده عني حاجة كده فاشتبك معاك انت مين انت عشان تقوليه كده وجيه يا شكولي في القابة العامة الاوضاع دي انا برضو الصبرت عليها انا بحكي لكم ليه يعني زميني محمود الداخلي بيشاوري يعني بيقول انا بقى لازم احكي لكم اه لازم احكي لكم انا بحكي لاخوتي انه قبائل عرب جميعا وزملائي جميعا في كل الاقطار العربية وفي مصر ادي القصة القصة هل مطلوب مني ان انا ابتلع كل ده لا انا صبرت انما ليس الصبر معناه التقاعش ولا الرضاء بما لا يقبل وبما لا يجوز محدش قادرة توصلوا الرسالة ولا قادر يوصلهم الرسالة ان انا رضي اذا رضيت وهذا واجبي مش حقول حقي بس واجبي سيترتب على هذا تصوير صراع حيستغل يقينا في سحب مقر الاتحاد من مصر فانا المعتدين ما عملوش للحساب ده وانا المجني عليه الصاحب الحق في الدفاع الشرعي ابيت ان انا ارد علشان احافظ على مصر ومصالح مصر العليم تصل الامور الى انه انا اولا عشان برضو يبقى واضح الاستاذ سيد شعوان تربطني به اصرة من سنين طويلة جدا وهو يعرف انني اكن له كل محبة وتقدير بل حقوله هو ان انا كان في نيتي والله ان ارشحه امينا مصاعدا لدولة المقر ليتبوى هذا الموقع لثقة في امكانيات بس بالاجراءات المشروعة مش بالطريقة التي تمت والاستاذ يعني سيد شعبان تفضل زارني في مكتبي الخاص الاول وهنقني واعتذر عن التأخر لانه كان يعني نازل في قائمة الاستاذ سامح فلما خسره يعني كان متحرج وبعدين جالي في النقابة العامة واتفقنا على اسس كثيرة جدا لومت عليه وعاتبت عليه ان هو قبل ان يدفن زمنا المرحوم الاستاذ عبدالعظيم المغربي الامين المساعد لدولة المقر اعلن انه الامين المساعد لدولة المقر ما غير محد ينتقل فلتقوله ما صحش كده ما صحش كده بتعملها تاني دلوقتي اولا العرف جرى في الاتحاد ان نقيب دولة المقر يختار الامين المساعد لدولة المقر ده عرف وانا كنت هختارك وحقدمك ليه ليه تعرض نفسك ومع ذلك انا بقى اعلنه انني افتح قلبي وصدري وامد يدي الى الاستاذ سيد شعبان ويسعدني ان يعود ليعمل معي وقد ذكرت هذا ايضا للاستاذ يحيى التون رغم كل ما صدر منه وهو وكيل المجلس معي في هيئة المكتب وقلت له انا اللي خدت المبادرة واتصلت به لاني لا احمل حقدا لأحد بتقول له انا اللي ببادر وكلمك عشان اللي ممكن اللي بيوصل بيني وبينك ما ينقلش المسائل صح انا بقول لك كذا 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 ومنزلتك عندي كذا وقلبي مفتوح قال لي خلاص انا جاي للسيادة يوم السبب ووعد ان هو حيجيني يوم السبب اللي هو النهارده فانا انا سفت له خبر في النقافة لو سبق وراح وقال له انا في الاتحاد فما رحش فانا استغربت يعني فاتصلت به في التليفون وانا هنا ابقى في الاتحاد فاللوالله انا في المينيا بزور أختي المريضة في المستشفى ودلع حشل أنه أنا أجري يعني قلت له طيب يعني بس أنا كنت أحب أنه كنت موجود معاه في الاتحاد فهو هو ويع وقال أنا معيش المفتاح بالطبع أنا مش عاود المفاتيح أنا رئيس الاتحاد وأي إجراء غير مشروع حيتغذ أنا حزيله أنا مش راجل بلعب أنا مش محتاج مفتاح من حد ولا محتاج أنت ولا غيرك تفتحي بس أنا أخبرت دلوقتي أنك إنت كنت معدي من أمام الاتحاد ما يعني ما ينفعش أنك إنت تكون في المينيا طب وينفع تبقى وكيل مجلس معايا وبقى ده التصرف ينفع هل أنا سزة مقبول عندي أو يمكن أن أقبل هذه التصرفات التصرفات دي ما كانت تتم إلا لأن هناك من يعبس بعقول الزملاء ويحردهم ضد وضد النقيب في النقابة العامة وضد طب يا سيدي أنت عامل سحب السقة ما تصبر لما تسحب السقة لهم أنت ناوي على في مارس القادم وأنا يا سيدي حوفق لك على عقد الجمعية سحب السقة ويسحب السقة وتعالى عدادة أنا مش كله عامل بس استنى يعني إنما ألاقي زملاء في كده فأنا برضو بقول عشان كل الكل يقرف حقيقة ما جرى أنا أعلنت مرة واثنين وثلاثة برقة وبحصافة أنني وإن كنت صابر أو متصبر على الوضع لاعتبارات عليا تتصل بمصلحة مصر العليا إلا أنني لن أصبر إلى الأبد وكات البداية أن أرسلت خطابا بعد البيانات اللي طلعتها بقى وأعلنت فيها هذا ووصلت إلى كافة الجهات بعت إلى وزير الخارجية في 2 ديسمبر خطاب نوهت فيه للاتفاقية المعقودة مع مصر بالنسبة للمقر واللي هو موقعها في 3-6-2000 كممثل لمصر والتي تلزم مصر بأنها تؤمن وتحمي المقر وقلت له أنه المقر تعرض ولا يزال يتعرض عند اعتداءات غشمة متوالية أفقدت الشرعية وبقت المسألة مشي بالعافية وهذا وضع يسيء لمصر وإلى مصلحة مصر وأنا بدعوك أن تستخدم سلطاتك لإيقاف هذا العبس وحماية المقر بس أنا أعلنت تاني يوم كمان أن أنا مسؤولة كمان عن حماية المقر ودي المسألة بقى لأنا لازم أوضحها لحضراتكم أنا نقيب دولة المقر وبالتالي أنا مسؤول مسؤولية مباشرة عن حماية المقر باعتباري نقيب دولة المقر فضلاً عن كوني رئيس الاتحاد المحمد العرب فأنا جيت النهاردة مش بس عشان أعيد الشرعية إلى الاتحاد لا أنا جيت وأنا أستهدف أن أعيد الوئام والصفاء بيننا جميعاً وأنا بأعلن أنني فاتح صدري وقلبي وماد يدي للسلام وللتوافق للمصلحة العامة ولمصلحة الاتحاد ولمصلحة العروبة من أجل المصالح يولي العروبة ولكم أن تعلموا لأنني تربيت على هذا أنا مش بتعمل أمرات ولا حاكة ولا حابة أنا أحكي لكم حاجة تعرفوا أنا كيف بتعامل مع الأمور مش بضبر لا أنا بحاول أأهل نفسي يعني الرغم أن أنا أمضت حياتي كلها في القراءة وفي التأليف وفي المقالات وفي المواقف الفكرية والثقافية والمعرفية القانونية وغير القانونية إلا أنني ما استكبرتش لما بقيت رئيس الاتحاد المحامين العرب وسوف أسهم في إبداء رأي ورأي مصر في المؤتمرات التي سوف نعقدها في القضايا العربية وفي المعضلات العربية اتصلت بصديقي السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذهبت إليه في مكتبه وامتد اللقاء بيننا أكتر من ساعة ونص كان موجازه عشان ما تقولش على حضراتكم وإن أنا قلت له أنا مقبل على كذا وكذا وأحب أن أنا أتلقى تلقين قال للعافو ده أنت تعرف أكتر بقيتم عليش فان ادي العيش لخبازه فأنا جايلك علشان أنا عاوز أخذ من عندكم أولا أولويات القضايا اللي هي واجب أن احنا ننظرها اتنين الرؤية السليمة فهو أستاذ عسفير مشهود له بقى جاي من الخارجية وجاي صاحب خبرة عريضة جدا وقعد معنا لقعدة طويلة وتناقشنا في عدة مسائل بصراحة بالغة وبمصداقية بالغة ووعدته بأن أنا هتعد لي أوراق لأدرسها عشان أبقى رايح في مؤتمر الشرم الشيخ في آخر ديسمبر وأنا جاهز علشان أساهم مساهمة فعلية حقيقية في خدمة القضايا العربية ليس عشان أتأمر على أحد لا فلسه بقيت لي من أربعة أيام خمس أيام مظروف والله تخني كده مليان بحوث هذا هو عمل الناس اللي هي عاوزة الشغل الناس اللي هي بتحترم عملها الناس اللي هي بتحترم مسؤوليتها ورسالتها أنا آسف سلكنت طولت على حضراتكم بس أنا حبيت أقدم نفسي لكم وأفسر لكم ما لاقيته وأفسر لكم أنني أولا وأخيرا ابن العروبة وابن المحاماة وأن انتمائي للعروبة وللمحاماة يجب بأي انتماء آخر وأنني من أجل هذا لم أجد فقط لعتاب أو تصريح وإنما جئت لوعيد الوئام والوحدة والصفاء والأخوة بين كافة النقباء العرب وكافة أعضاء المكتب الدائم وأنني أول من يقدم المثل بأنه يصفح عن أي إساءة وجهت إليه وأنه يقبل أن يتعاون مع أي حد من الزملاء حتى وإن كان قد أساء إليه بغير حق أخيرا حقول لحضراتكم عاشت القدس عاصمة فلسطين حرة من النهر إلى البحر وعاشت العروبة أو الأمة العربية بشعوبها الحرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة